مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس اللغة الإسبانية لمبتدئين أدعوكم في البداية للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس تتوصل بكل جديد وفي درسنا لهذه الحلقة سوف نقوّر صيدنا اللغوي بقاموس أفراد العائلة وسوف نتعلم كيفية تعبير عن الحال العائلية وكمحور ثالث سوف ندرس أدوات التعريف والتنكير للغة الإسبانية فنبدأ على برقة الله المحور الأول أفراد العائلة لدينا في هذه الصورة في وسط الصورة يعني الأبوين وعلى أسفل الصورة في أسفل الصورة لدينا لوس ارمانوس وهم أبناء بالنسبة للأبوين سون إيخوس 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 إرمانوس إرمانا وإرمانو أخ وأخت إرمانا أخت إرمانو أخ إيخوس تعني أبناء إيخو ابن إيخا بنت أبويلة يعني في أعلى الصورة لدينا لوس أبويلوس الأجداد أبويلوس الأجداد أبويلة الجدة أبويلو الجد وهناك سهم على جانب الصورة في الجانب الأيسر يرمز للعلاقة التي بين الأجداد والأبناء وهي علاقة الأحفاد يعني هم أحفاد بالنسبة للأجداد سون نياتوس نياتوس تعني الأحفاد لدينا في هذا الجدول معظم الكلمات التي لا علاقة بقاموس الأفراد أفراد العائلة وهي كالتال أبويلو أبويلة أبويلوس الجد الجدة الأجداد بيس أبويلو بيس أبويلة بيس أبويلوس أم أب الجد وأم الجدة وأمهات أباء الأجداد كونيادو كونيادا السهر أبويلو أبويلو الأب أو الأم إرمانو إرمانا الأخ أو الأخت إخو إخا الإبن أو البنت أو الأبناء في الجمع نيتو نيتا نيتوس الحفيد الحفيدة والأحفاذ بادراسترو مادراسترا زوجة الأم أو عفوا زوجة الأم أو زوجة الأب بادري بابا مادري ماما بادريس بادري الأب مادري الأم بادريس الأباء بريمو بريما ابن العم أو ابن الخال أو بنت الخال أو ابنة العم سوبرينو سوبرينة ابن الأخ أو الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت سويغرو سويغرا حماس تيو تيا العم أو الخال ييرنو نويرا زوجة البنت عفوا زوجة البنت وزوجة الأب الإبن عفوا زوجة البنت وزوج عفوا زوجة البنت وزوجة الإبن للتعبير عن عن هذه يعني الاستعمال هذه الكلمات نستعمل الفيربو عفوا البربو سير الذي رأيناه في الدرس السابق ونصرف في الفعل سير وليس ستار لأننا نعبر عن صفة ثابتة وغير زائلة وهي صفة مثلا صفة الأبوة سوي بادري نقول سوي بادري وليس ستوي بادري لأنها صفة ثابتة وغير زائلة نقول سوي بادري أو أنا جد وليس ستوي وسنرى سوف أوجه أوجه الاختلاف باقي أوجه الاختلاف بين ستار والسر في الدروس اللاحقة يعني يعني نقول سوي أبويل سوي إخ سوي نيت سوي أرمان وليس ستوي إنها علاقة ثابتة بين أفراد العائلة الأخرى سوي بريم مثلا في المحور الثاني سوف نرى الحل العائلية أو الحل العائلية ونستعمل لتعبير عنها الفرب إستار في هذه الحالة يعني في لتعبير عن الحل العائلية نستعمل إستار وعكس ما رأيناه في كيف يتعبير عن أفراد العائلة يعني نستعمل إستار ونصرف الفرب إستار لتعبير عن الحل العائلية مثلا نقول سوي سولديرو فنبدأ أولا بقراءة هذه الكلمات الكلمات المتعلقة بهذا المعجن ونرى كيف نصرف الفرب إستار عفوا لتعبير يعني الحالة العائلية استوي مثلا سلتيرو سلتيرا أعزب سلتيرو المذكر سلتيرا للمؤنت بيودو بيودو بيودا أرمل أرملا دي بورثيادو دي بورثيادا مطلق مطلق نوبيو نوبيا مخطوب مخطوب كسادو كسادا متزوج أو متزوج قلنا أن هذه لتعبيري عن الحلائلية نستعمله إستار عكس ما رأينا في محور أفراد العائلة لأن هذه الصفة زائلة يعني ممكن أن أكون عفوا الآن مطلق يعني هذه الصفة زائلة صفة الحلائلية هي زائلة يمكن أن تزول في أي وقت أنا الآن متزوج ممكن أن أصبح مطلق استوي دي بورثيادو يعني استوي أو البرب استار يعبره عن صفة أو حالة زائلة عكسة عكسة البرب سار وصلنا كما قلت بشكل عميق أوجه الخلاف بين استار وعسير كيف نستعمل كل الفعلين في سياقهما المخصص هذا من الجهة لدينا هنا بعض الأمثلة استوي كسادو استوي دي بورثيادو استوي بيودو استوي سلترو بعيد استوي كسادو استوي دي بورثيادو أنا بطلق استوي بيودو أنا أرمي استوي سلترو أنا أعزب وكامحور الثالث سوف نرى أدوات تعريف والتنكير وهما los articulos determinados y indeterminados los articulos determinados e indeterminados تنقسم أدوات التعريف بالنسبة للمفرد هم المفرد المذكر السنجولار masculino el السنجولار femenino la للسنجولار في المفرد el المفرد المذكر el المفرد المؤنت la والمفرد neutro فقط في المفرد نجد هذا المحايد فقط في المفرد هو lo بالنسبة للجمع لدينا los الجمع المذكر los والجمع المؤنت las فقط لدينا neutro يعني خانة neutro فقط في الإفراد وليس في الجمع بنسبة لأدوات التنكير لدينا كذلك الأدوات التنكير الإفراد وأدوات التنكير للجمع سنجولار masculino un سنجولار femenino una plural masculino unos plural femenino unas un للمفرد المذكر una للمفرد المؤنت unos للجمع المذكر وأنا للجمع المؤنت مفهوم لدينا هنا مثلا 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 بالنسبة أمثلة بالنسبة لهذه الأدوات الموسيو الموسيو هي معرفة مثلا الموسيو يقابل بالعربية المثحف 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 unos unos museos unos museos la la clase una clase las classes unas classes من العيد la clase una clase las classes unas classes بالنسبة للنيوترو لدينا كمثال مثلا لو عفوا ما هو عتيادي كترجمة بالعربية ما هو عتيادي يستعمل مثلا لو وهو articulo determinado del singular يستعمل عادة مع los adjetivos lo habitual مثلا lo lo grande يعني يستعمل دائما مع los adjetivos سوف نرى هذه هذه الحالة في دروس لاحقة بإذن الله يعني سوف نرىها بشكل بشكل دقيق لدينا هنا بالنسبة للكنتراكسيون لدينا للكنتراكسيون وهي ظاهرة ظاهرة لغوية تسمى للكنتراكسيون حيث تكون أداة تعريف أداة تعريف L بالخصوص L أداة تعريف L مسبوقة ب A أو D وهما حرفين من حروف الجر ويتصل حرف هذا حرف الجر بأداة تعريف وتصبح L و D للكنتراكسيون يعيد للكنتراكسيون هي ظاهرة لغوية تكون مثلا تكون حيث تكون مثلا la preposition هي حرف جر تكون مسبوقة تكون عفوا أداة تعريف وهي أداة تعريف بالخصوص أرتيculo L نتحدث هنا بالخصوص على تحدث على L ل الأرتيculo دي ترميناد دي السنجولار ماسكولين يكون مسبوقة ب A و A أو D وهما حرفين من حروف الجر سوف نرى حروف الجر في دروس لاحقة يتصل حرف الجر بأداة تعريف يتصل به لدينا هنا علامة زائد وتصبح L أو دل أمثلا أمثلا هذه الظاهرة الوغوية إياس بين للخيمناسيو إياس بين للخيمناسيو دل لدينا هنا دي يعني دي زائد L أعطتنا دل دل إياس بين للخيمناسيو فأصبحت دل يعني دي ماس L تساوي دل أو A ماس L تساوي ال لس بان الكوليخيو إياس بين دل خيمناسيو دل خيمناسيو أظن أن كل هذا مفهوم إذا لم تفهموا شيئا فل تسركوه لي في تعليق وصحبكو وصحبكو في ما بعد علي ملاحظة قبل حسنه هذا هذا هناك ملاحظة بنسبة للاس بالعباس هفون الى الاس الاس المعجل كالبه س سيقعن كون لال المعجل أجملا الاغ ال الح ال الالما المعيد las palabras de género femenino en singular يعني في المفرد que empiezan por se construyen con la forma ال الاغوة الاتشا الالما ترجمة لها الجملة يعني اذا كانت الكلم يعني كلمة مؤنثة تبتدئ ب A تبتدئ ب A وهو حرف A يعني وهو حرف متحرك وسبقنا نرأينا حروف متحركة والساكنة في الدرس الأول نستعمل في هذه الحالة أداة التعريف للمذكر على الرغم من أن هذه الكلمة هي مؤنثة نستعمل أداة التعريف المفرد للمذكر المذكر وهي ال وليس لا يعني على الرغم من أنها كلمة مؤنثة يجب أن نستعمل لا ولكن بحكم أنها تبتدئ ب A في هذه الحالة لا يمكن أن تلتقي A مع A يعني لا 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 فقط في المفرد ولكن نستعمل في هذه الحالة وهو كالستثناء نستعمل L فقط الكلمات التي تبدئ ب A يعني وهو حرف متحرك A متحرك نستعمل في هذه الحالة L ولكن في الجمع نستعمل أداة التعريف للجمع المؤنث وهي Las مثلا Lasagwas Lasatchas Lasalmas لأن ليس لدينا التقاء بين حرفين متحرك مشتبهين يعني A مثلا إذا كان La Agua No Sedisi La La Agua هناك ركاك هناك يعني صوت ركاك في التعبير مثلا أو يعني الصوت يعني مزعج لا Agua لهذا نستعمل L رغم أنه أداة التعريف للمذكر المفرد نستعمله لكلمة مؤنثة وهذا فقط يستثناء للقاعدة التي رأيناها من قبل بهذا أكون قد أنهيت درسنا لهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرسة تتوصل بكل جديد أشكركم على متابعتكم ولا تبخلوا علي بتعليقاتكم واقتراحتكم وملحظاتكم وكذلك أسئلتكم شكرا لكم مجددا وارتقبوني في درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس لغة إسبانية شكرا وإلى اللقاء شكرا شكرا